موسيقى متتبعات ومتتبعين المواقع الإخباري أشكين مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أشكين معيشة ومرة أخرى عدنا لمناقشة الأزمة التي يشهدها قطاع التعليم لكن هذه المرة سنناقش المحضر الموقع اليوم 26 دجنبر 2023 بين النقابات الخفص الأكثر تمتيلية واللجنة الوزارية التلاتية بإشراف من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ولهذا الغاية نصدف مع نسي عبداللغبي الكاتب العام الوطني لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم توجد ديمقراطيسي عبدالله مرحبا بكم شكرا السيني هشام وشكرا لموقع أشكين على الدعوة وشكرا لك سعبدالله على تلبية الدعوة صدفناك اليوم مباشرة من بعد توقيع ديالكم على المحضر الاتفاق مع اللجنة الوزارية التلاتية من أجل تصلية الضوء على أهم ما جاء به هذا المحضر هذا لكن سعبدالله قبل ذلك إذا سمحتي بغيت نهضر شوية قبل هذا المحضر هذا لأنه حسب ما شاهدته أنا الجديد أو المستجد في هذا المحضر شكلا هو توقيع خمس نقابات أكثر تمتيلية وانتما كنتم هما النقابة اللي التحقت أو عادت إلى الحوار من بعد تقريبا أزياد من سنة من عدم مشاركتكم في هذا الحوار شنو المسجد لرجعكم للحوار الجامعة الوطنية التعليم التوجه الديمقراطي هي نقابة ديال الشغيلة التعليمية من مهمها الدفاع على المطالب ديال النساء ورجال التعليم والدفاع على التعليم العمومي وعلى الحق ديال أبناء وبنات شعبنا في تعليم عمومي مجاني موحد كذلك الجامعة الوطنية التعليم خدت معارك إلى جانب نساء ورجال التعليم منذ سنوات حول مطالب يعني فئوية ومطالب عامة وشاركت يعني في حوارات إلى جانب وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأربع وكان اختلاف على مستوى يعني التقديرات في التعاطي مع محطة 14 يناير 2023 وعلى إتريها يعني الجامعة لم توقع فتمها يعني الإبعاد ديالها والإقصاء ديالها والجامعة انطلاقا من مهمها النقبية استمرت في العمل إلى جانب نساء ورجال التعليم عبرت على يعني الاحتجاج ديالها وعلى الرفض ديالها ويعني طلقت إلى جانب كل تعبيرات يعني المناظلة في الساحة في بناء واحد جبهة نضالية رافضة للنظم الأساسي الخاص لموظف قطاع التعليم اللي خرج في 20 شوتنبير واللي رفضته الشغلة بالإجماع واللي الجامعة بين سير كانت جزء من المشاهد التعليمي عبرته بالوطني واخدأت يعني معارك هال المعارك الشغلة التعليمية استطعت من خلالها تحقيق مجموعة من المكتسبات يعني مكتسبات ديال فرض على الحكومة إعادة النظر في النظم الأساسي من خلال السحب دياله ويعني النسخ ديال هاد المرسوم جوج 23819 المنظم للنظم الأساسي السابق بمرسوم جديد يؤثر نظام أساسي جديد إذن هاد الأمر كذلك كان فيه صراع صراع قوي حول حقية الجامعة الوطنية للتعليم أنها تكون حضرة وعندها رأيي في كل القضايا التي تهم القطاع ومن حقها أنها تكون متواجدة في الساحة ومتواجدة في الحوار وتعبر على رأيها باستقليم هي إعادة للحوار يعني وبعدها يعني الاتفاق ديال 10 دجمبر الذي لم تساهم فيه الجامعة الوطنية التعليم لا اتفاق 10 ولا اتفاق 18 أي 18 ساهمت فيه ولكن الاتفاق ديال 16-14 يناير حتى 18 نوفمبر ربما لتوقع بعد إعادة المرسوم أو النظام الأساسي إلى طاولة الحوار يعني أنتما كنتم رغم أن خرج المرسوم أو النظام الأساسي ناضي الجادة لحوله خرجت شغيلة تعليمية واحتجت الحكومة رجعت للنظام الأساسي لطاولة الحوار لكنها كانت تحور أربع نقابات انتما رجعتوا حسب ما يصفوا البعض في الأشواط الإضافية من هذا الحوار هذا هنا اللي تطرح تساؤل هل كان السبب العودة ديال الجامعة الوطنية هو الانخيرات ديالها واندماج ديالها في تنسيق تعليمي أو ما يسمى التنسيق الوطني للتعليم أعتقد بأنه الحوار مش غاية ووسيلة ومعركة ومحطة من المحطات الأساسية اللي واجب علينا أننا نحضروا فيها ونعبروا على المطالب وعلى التطلعات ديال النساء ورجال للتعليم وإلى كان الحوار جدي ومسؤول كان نخرطوا فيه وإلى مكاجر جدي ومسؤول يمكن نسحبوا منه يمكن نرفضوا للمخرجات دياله إلى غير ذلك دونك من بعد الاتفاق ديال عشرة دجمبير 2023 تمت دعوة الجامعة الوطنية من طرف الحكومة لقائن اللي تم يوم 14 دجمبير 2023 الجامعة اقترحت أو وجهت الدعوة للتنسيقيات حضروا معها طبعا في الحضور حضروا التنسيقيات تنسيق الوطني للقطاع التعليم التنسيقية المؤحدة وتنسيقية الوطنية الأسداد التانوي تهيلي وكان يعني وفد ديال هاد التعبيرات ديال الاحتجاجية اللي كاينة في الساحة مع اللجنة الوزارية وتم عرض المطالب ديال نساء ورجال التعليم مطالب العامة والمطالب الفئوية ويعني تم يعني البرمجة ديال اللقاء يوم الجمعة 15 على الساعة الثالثة إذن هذا الاجتماع اللي لم يعقد بسبب أن الحكومة يعني اشترطت على الحضور التنسيقيات إذن وحنا احتحنا ارفضنا أنه يعني نحضروا ذلك اليوم وحاولنا على أنه نفتحوا نقاش مع التنسيقيات بناتنا ونحاولون نشكلوا واحد الوفد ديال التفاوض مقلص اللي فيه كل شيء اللي يمكن له يكون حاضر في النقاش مع الحكومة فعلا التنسيقي الوطني حضر معنا يوم السبت 16 دوليوم وصلت وصيغة معينة لكن هالصيغة كنت وضحتين فيها وضحت فيها غير هنا ما بغيتش أرجع لها التفاصيل لأن وضحت فيها وما قالوا فيها لكن ارتباطنا بالتنسيق الوطني التعليم اللي كنتم ومعرفش ما زال أو لا كنتم طرف فيه قالوا بعض المتمين له أو بعض الممتلين ديال التنسيقيات فيه بأنهم أولا تفاجأوا بإعلانكم توقيف أو لا تعليق الاحتجاجات وأن هذا الإعلان ديالكم تعليق الاحتجاجات كان هو المقابل ديال العودة ديالكم الحوار وأن هذا الإعلان ديال تعليق الاحتجاجات هو خرق لميطاق الشرف كنتم وقعتموه جامعا بالعكس الجامعة الوطنية التعليم كان لها الشرف يعني أولا في عشرات شتنبر 2023 في تنظيم لقاء تشاوري دعت له كل نسيقيات بدون استثناء استجاب له البعض ولم يستجيب له البعض في تلك اللحظة انطلق الحرك التعليمي التحقت العديد من التنسيقيات توسع التنسيق الوطني قام بمهام مهمة يسجل له التاريخ ولكن يعني المتاق المتاق ديال التنسيق الوطني ومتاق يعني يعطي الحق لكل مكون داخله من أجل اتخاذ قرارات منفصلة عن المكونات إلا في ثلاث قرارات إلا في بعض القرارات الثلاث على ما أعتقد أولا مهم أهمها هو تعليق الاحتجاجات أن يكونها بشكل مشترك هذا بوند من بوند الميثاق لا الجامعة حضرت يوم 16 تم يعني الإعلان على المعركة ديال يوم 21-22-23 طيب لأكتوا أعلنتم معركة يومين وإلتاحة الفرصة للحكومة من أجل أنه يتم تجويد العرض اللي تعطينا في 16 لكن الحكومة جاءت إلى 6 باب الحوار تصل بنا وزيرتها بياناتها إذن إحنا رجعنا للتنسيق الوطني للتنسيق الوطني يخدق قرار دي للتمديد مشي مشكل وإحنا نضبطنا وتفعلنا معاه دونك ولت الحكومة وجهتنا دعوة يعني بعد بعد الرسالة دي الرئيس الحكومة في المجلس المستشعر لأكدت لها على الحوار مفتوح مع الـ FNU وبأن الـ FNU نقابة من نقابات الأكثر تمتيلية والباب دي الحكومة مفتوح من أجل دونك الجمعة كان عندنا لقاء الجمعة في الصباحة كان عندنا لقاء لم تخبروا بالتنسيق لأنه لأنه توصم أكس اللقاءات السابقة اللقاءات السابقة كنتم كتوصلوا بيدعوة كنتم كتخبروهم وكتر لكن هذا اللقاء الأخر ما خبرته مش نعم لما نخبر حتى المكتب الوطني دينا لأنه تم دعوتنا في الصباح إذن وإحنا يعني تفاجأنا وإننا غادي يمشي ونقلسوه مع المسؤولين وغادي نشوفه بعدها لماذا معي طينا إذن قلسنا مع اللجنة الوزارية نقشنا إذن تم تأكيد على أنه استحالة يعني العمل بمصارين مصار ديال النقابات الأربع ومصار ديال الـ FNU وتم يعني التأكيد على أنه وخصي جمعوا المصارات في مصار يعني في اللجنة واحدة دونك إحنا بنسبة لنا يعني اللجنة ديال الحوار باش ما تحش فرصة للآخر ديال اللي اعتبار أن الجامعة الوطنية للتعليم رافضة للحوار وبأنها عندها يعني إش أجندات أخرى يعني أن الأجندة الوحيدة هي أجندة ديال الشغلة التعليمية وانا بحث عن حلول للأزماء إلى غير ذلك وانا تعبير يعني ديال المد ليد المدوء وهو السعبد الله صراحة لم ينومكم أحدا على العودة للحوار لكن ما اللوم كان في جزء الأشياء أولا أنكم كما العادة وكما اعتدتم مع التنصيق لانتم مجزء منهم عالش دابا واش باقن فيه ولله ما خبرتهم ثانيا تعليق الاحتجاجات ودرتوا وقلستوا مع الوزارة وخبرتهم وجيت ودرتوا معهم اجتماع لهو عاجل وما خبرتهمش بأنكم علقتوا احتجاجات تسمعوها في وسائل الأخبار لا بالعكس على الاجتماع اللي كان في الوزارة درنا فيه محضر اللي فيه جوجد نقاط في النقطة اللولة هي السحب ديال النظام الأساسي ونسخه ب نسخه بمرسول والتحاق بالخماس لكن تصريح لدارس عبد الله الوسائل عن موكلة المغرب العربي الأنبأ والقناوة التلفازية قال فيه والتزمنا بتعلق الاحتجاجات لا نعم قلت أن الجامعة الجامعة الوطنية للتعليم لم أدعو نساء ورجال التعليم ولم أدعو أي طرف قلت الجامعة تعلق الأشكال الاحتجاجية يعني التي دعت لها الجامعة أو مع العلم لأن يوم الجمعة كاني أول أخر يوم أخر يوم الإدرام إذن بمعنى السبت والأحد ما كينوانه ما كينوانه إذن بمعنى أننا منساج مينما إذن جينا للتنسيق الوطني خبرنا للتنسيق الوطني خبرنا للبكتب الوطني ديالنا خبرنا المجلس الوطني ديالنا بما استجده إذن هذا الأمر عادي نخرطنا في العملية ديال التفاوض على قاعدة يعني الملف المطلبي المرفوع للجنة الوزارية وعلى قاعدة كذلك العرض اللي تلقينا في 16 دجمبير واللي كنا كنت طالبه بتجويد دياله إذن في هذه اللقاءات بيانسير كانت كانت إقراعات وصعوبات ديال الاندماج داخل اللجنة نظرا للمجموعة من يعني من الاعتبارات إذن بحالي أشهد الاعتبارات بيانسير لأنه كين اختلاف داخل المكونات ديال الحركة النقابية هات شي طبيعي ما غلستوش تومك حركة نقابية أو لك خماسي مع بعضكم قبلوا تدخلوا للحوار لأن هذه هذه الأدسلنا كنتو كنتو كتديروها قبل 14 لكنا كنتديروها ولكن الآن احنا التحقنا من التحقنا يعني العملية ديال الاندماج في العمل المشترك والعمل هذه كانت فيها صعوبات إذن هات الصعوبات حاولنا نتغلب عليها بشكل جماعي ومن موقعنا كجامعة وطنية التعليم يعني التطلعات ديالنساء ورجال التعليم دونك خارطنا في هاد النقاش أولا بدينا في العمل داخل يعني النظم الأساسي إذن حاولنا على أننا نقدموا الملاحظة ديالنا والأراء ديالنا فيما يخص النظم الأساسي من مختلف المحاور دياله ثم حاولنا يعني كذلك نعطيه أراءنا والمطالب ديالشغيله في الملفات الفئوية اللي كانت مطروحة في عشرات دجنبير وجات بعض الحلول ولكن اعتبرناها وعتبروها المعنيين بعنيات بأنها ما تحلتش وكذلك الملفات اللي ما ترحتش في عشرات دجنبير وقبل واللي كذلك وقضايا أخرى غادي نشوف هاد القضايا السيا عبدالله هي اللي اللي جات في هاد اللي مسمي محضر اتفاق بين لجنة التولاتية الوزارية وممتلين نقابة تعليمية الأكثر تمتلية حول النظام الأساسي الخاص موظف في قطاع التربية الوطنية غير قبل ما ندخلوا التفاصيل دياله السياسي عبدالله انتم التحقتوا بالحوار في واحد الوقت اللي كانت فيه النقابات الأربع قطعوا واحد شوط من الحوار من الحكومة كانوا خرجوا جوش تعمل محضر 18 ربما اعتقد دول الآثار المالي ربما توقع واحد في عشرة دجانبير واحد قبل منه هاد ديال الآثار المالي هاد الاتفاقات اللي كانوا وصلوا لهم واش انتم ملل التحقتوا بالحوار يعني تنتم ملتزم بهم كما هوا ام انكم بديتم ملاحظات حولهم وتم ادخال عليهم غير غير هاد الجملة وغادي نمشي الاتحاق ديالنا اشتغلنا اولا احنا طلبنا بيش انه غادي نقدم يعني الملاحظة مامشي الملاحظة ديالنا ولكن يعني قراءتنا في النظام الاساسي في كل المحاور دياله قدرنا يعني مسود ديالنا وقدمناها يعني في حول ديال المحاضر اللي كانت توقعت ما قبل في جديمع رسمي هدرنا على اننا نقتار يعني المادة اللي ولا شنو فيها حتى هذي ديال ديال النظام الأساسي لا انا هدرت لك على ديال ديال المحضر اللي كان ديال الاتحار المالي الاتحار المالي قدمنا يعني اضافات قدمنا اضافات واخذة تبعين الاعتبار يعني في جزئين منها وفي جزء ما تخدش بلا إلى الاعتبار هذا شيء طريب. ما تضمنا في هذا المحضر هذا؟ بيان سور. إذا سمحتي وحتى الشغيل التعليمي باش تكون على الطلاع هذا المحضر هذا فيه تقريباً في مجموعة ناقات. في مجموعة ناقات وبغينا نمشي ونحاولوا ما أمكان نركزوا على أهم النقطة اللي فيه. غير قبل ما نشوف التفاصيل دير نقطة بنقطة نبغيت مشي معك نقطة بنقطة. أنت بالنسبة لك إذا إذا طلبنا منك شو أهم ما جاء به هذا المحضر؟ بشكل عام يعني قبل ما ندخل التفاصيل. أهم ما جاء به هذا المحضر هو أنه بعد مستوى النظام الأساسي. النظام الأساسي الذي يعني سيصدر بمرسومين جديد. أولاً حاولنا أننا يعني أننا نعالج أو نلغي ومجموعة من المواد ومضامين بعض المواد التي يعني كانت مرفوضة من طرف يعني النساء ورجال التعليم اللي كان أعتبرها يعني من أبرز يعني التراجعات. حاولنا أننا ندفعوا على المطلب ديال الإدماج ديال الأساسي ذو الأطور نفروض عليهم التعاقد. تكلمنا على الإطار القانوني. غضرنا على المهام ديال الهيئات ديال التدريس. غضرنا على تقسيم ديال الهيئات. غضرنا على كذلك المجال ديال التقليل. وهي هذه النقاط اللي جات فاضل محضر. هذي إذن غضرنا نقشوا معك. وغضرنا نشوفوا من بعدها يبقى الحكم الشغيل التعليمي. واش استطعتم أم لا؟ أنتم بنسبة لكم را استطعتم على الأقل. هنا مثلا شو الإجراءات المرتفطة بالنظام الأساسي لموظفي القطاع؟ موظفي قطاع التربية الوطنية؟ هاد كلمة قطاع. كان أتير حولها نقاش في المرسوم السابق. قال لك علش مديش موظفي وزار التربية الوطنية وقدر قطاع؟ هذي كانت ترى حولها نقاش. ما عارش على شحاف التولية. النقطة الأولى. إصدار مرسوم بموجة به. يتم بموجة به مسخ المرسوم. راقم جوج 23-819 صادر في 6 أكتوبر. النظام الأساسي الأخير. الخاص بموظفي قطاع وزارة التربية الوطنية ووفق ما يتم. هاد المرسوم. واش حددت له أجل زمني؟ يعني فوقش غير تصدر؟ في غضون شحال؟ في غضون 5 يناير. أعطى لكم غضون 5 يناير. كان شي شي مسودة عندكم مسودة ديال المواد اللي عدلتوها وشنو التعدل؟ يعني اتعطى لكم مسودة لها؟ أعطيتنا مسودة. طيب هاد المسودة ما منشوراش؟ كان أعتقد منشورة. منشورة واحد من نسخة ولكن ما لم نتأكد. يعني لم نتأكد من المثونة الرسمية. الإضافات هي اللي مازالة لأنها خلال الاجتماع ديال البارحة قدمنا واحد المجموعة ديال الإضافات. نقشتوها مع الرجعتم عند الهايكل ديالكم ونقشتوا معها؟ راجعنا مع الهايكل عاد جينا الهايكل ديال النقبة ديال النقبة؟ ديال النقبة جينا للاجتماع. للجل الإدارية ربما؟ لا لأن هاد النظم الأساسي يعني نقشناه على مستوى المكتب الوطني. وكذلك تقسمنا الأمر مع الكتاب الجهويون ديال الجامعة كاملين. وعطيناهم يعني للمسودة وطلبنا يعني للأراء ديالهم. إذن تلك الأراء حاولنا ننقلوها البارحة في الاجتماع. يعني حاولنا إلى حد دينما أنه للبعض يعني للبعض للأمور تم يعني للقبول ديالها. وبعض الأمور ما. هذا فيما يخص إطار النقابة ديالكم وفيما يخص الحلفاء ديالكم في التنسيق الوطني لقطاع التعليم. وش شر؟ تقاسمتم معهم هذه النسخة؟ أخذتم آراءهم أم لا؟ أم لم تطلعوهم على الأمر؟ فالصراحة أنه يعني للوقت اللي كان عندنا العرض ديال الاتفاق ديال يوم الجمعة. و العودة ديالنا للحوار و البرمجة ديال الحوار في المساء الجمعة. فاتشي خبرناها بهم. يعني تم الإخبار ديالهم في الاجتماع رسمية. لا بالخصوص التعديلات أنا باقي في النقطة ديال نسخ المرسوم. وش في خصوص التعديلات والنقات ديال التعديلات. وش من الباب إطلاع أو من الباب التشاور وش طلعتهم عليهم أم لا؟ طيب، طيب. وش وش تحرف ديالكم معهم صافي انتهى؟ لا، احنا نعتبر بنفسه أنه جزء منه بالتنسيق الوطني. لأن التنسيق الوطني هو واحد تنظيم اللي قلت أنه قائم فيه مجموعة من المكونات. هذه المكونات يعني لها الحرية والاستقلالية. لأن الجامعة الوطنية هي التعليم. هي نقابة عندها هيكل ديالها. هيكلها يعني هيلي كتقرر. إذن هاد الوضعية هذي يعني استنتظر سهاف على مستوى الهيئة كيل ديال الجامعة. علاقتنا مع التنسيق. وبينسيو يحتدق التنسيق. ولكن نعتبر أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم لاعب دوراً مهماً. ولا زال يلعبوا دور مهماً. وإحناك من هاد المنبركة الحياة. والبعض يقول أن الفضل يعود له لعودتكم إلى الحوار. إحنا نشكروه. نشكروه لأنه بالنسبة لنا عودة التنسيق الوطني إحنا الجزء. ومكوين أساسي داخل التنسيق الوطني. لعب أدواراً. وهذه مشي من نا. باش من نوع لا. نحن كنا يعني الطرف الذي شكلت نسيق الوطني. لأن المبادرة جت من الجامعة الوطنية للتعليم. تفاعلت معها مجموعة من النسيقيات. تستمرت في هذا. وهذه تجريبة مزيانة مهمة. الأهم أنه الأهم بالنسبة لهم. حتى هما في نقشتهم ككل كان المهم هو الاستجابة للمطالب ديالي. الأهم هو ذاته اللي تكون استجابة للمطالب ديالي. وبدأ بالنقطة الأولى ديال التنسيقية الوطنية للأساس. هو أطر الدعم الذي نفرض عليهم التعاقد. وهي النقطة الثانية اللي كنا في هذا. واش واش واش. قبل ما نقرها. واش بالنسبة لك تم إدماجهم؟ أنا كنعتبر بأن الموضوع ديال التعاقد هو موضوع. موضوع في العمق. هو موضوع سياسي. ويقتده يعني معركة أكبر من معركة معركة التنسيقية أو نقابة. أو إذن إحنا كنعتبر بأنه ما تم تحقيقه في هذا الاتفاق. وفي النظام الأساسي أساساً لهذا الأساسي دا والأستاذات وأطر الدعم. فيه تطور مزيان. يعني ما يرقى. ولكن لا يرقى إلى مستوى يعني الإدماج المركزي. وإحنا أكدنا في المقاشات ديالنا في المرتفع ديالنا. كنا كنأكدو على أنه يعني إسقاط التعاقد بشكل كلي. هو يعني إدماج المعنيين على المستوى الإداري والمستوى المالي من خلال منصب مالي مركزي. يعني يلغي التوظيف الجهوي ويحتفظ فقط. هذا لم يتحقق في هذا المحضر. بيسير مقاعدة بعدنا نمط التوظيف المركزي ونمط التوظيف الجهوي. دونك إحنا تقديرنا بأنه التعاقد. يعني تحقت واحد المجموعة ديالي المكتسبات. إدفاء الطابع العمومي على كافة الموضفين. في هذه النقطة نقرأها السيادة. إدفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية. مع خضوعهم لمقتضايات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. من خلال سريان مقتضايات النظام الأساسي الخاص على كافة الموظفين المنبثيقين على المرسوم السابق. النظام الأساسي ديال 2003. بشأن النظام الأساسي دي. ما باش نقرأ التفاصيل كاملة. وكدا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016. أين الذين أوظفوا بالتعامل؟ نعم هذه هي النقطة. بالنسبة لك أنا ركي جاوبتيني. قلتيني بالنسبة لكم. ثم لم يدمجوا. هنا واحد السؤال. سوّلت أنا واحد الإطار منهم. كان بودنا يكون حاضر معنا شي واحد منهم. ولكن معلش. باقي فرصة فينستطفهم. أخذت رأيه حول كيف يشوف هذا النظام. ليس أدمجهم أم لم يدمجهم. وإذا سمحتين نسمعه الرأي دي. هو في أوديو. في واحد دقيقة نسمعه الرأي دي. المفهيم والمصطلحات. وحتى نوضح للرأي العام الوطني والتعليمي. أن ما وقع هو تحايل على القانون. فمثلا عندما نجد في المحضر. مسألة إدفاء صفات الموظف العمومي. على الجميع العالمية من القطاع. فهذه المسألة محسومة بالقانون الجنائي. الذي يؤكد على أن كل من يقدم خدمة عمومية للدولة. فهو موظف عمومي. سواء كان يتقاضى أجرا أو لا يتقاضى أجرا. يمكن فقط أن يقدم خدمة العمومية للدولة. فتضفى عليه صفات الموظف العمومي. نحن صفات الموظف العمومي التي نكلم عليها. هي في إطار قانون الوظيفة العمومية. بوجود مناسب مالية. والتي تؤكد عليها. الفصل السابع من نظام السلعان الوظيفة العمومية. إذن في دل عدم وجود المناصب المالية. في إطار قانون المالية. ليس ولكن إدماج الأسئلة. وإطار الدعم الذي نفرض عليهم التعاقد. ما تم هو مجرد فقط تلعب المفاهيم والمصطلحات. يتحمل فيه المسؤولية البيروقراطية النقابية الموقعة. يتحمل فيه المسؤولية وزارة التربية الوطنية. وسوف يبقى هذا الأمر وصمت عار في جابين. كل من توطعت الشغيل التعليمية. خاصة من رفعه وعود بأنه لن يوقع في حال عدم إدماج الأسئلة. إذا أطرد دعنا دينات ودعنا التعاون في السلام الوظيفة العمومية. اليوم التاريخ كشف عورة من كان بالبارحة يساوي بهذا الملف. إذن فريد أحمل جميع مسؤوليته في استمرار احتقال في كتار الترمية الوطنية. سعد الله سمعتي تعليق ديال هذا مصطفى القهما عضو اللجنة الإعلامية للتنسيقية الوطنية لأساس دا وأطار الدعم لدينا فرض عالم التعاقد. بشكل مباشرة يقول لك هذي تلعب بالقانون تحايل على القانون. تواطئ ديال البيروقراطية النقابية والوزارة. أنه في غياب وجود مناصب مالية ليس هناك إدماج. وواحد من قيطان اللي أنا ربما فهمت كي أقصدكم بها. لأنه غياب قوس ما تعرف كل من تواطئ. خاصة من كان يقول أنه لن يوقع في غياب إدماج هاد الفئة هذه. كيف تعلق؟ بالنسبة للموضوع ديال التعاقد. أنا قلت بأن موضوع التعاقد هو موضوع يعني في الجوهر دياله موضوع سياسي. هو موضوع يقتضي يعني أدوات أخرى وموازن قوة أخرى من أجل فرض إسقاط التعاقد وإدماج الأساس دا والأطور المفروض عليهم التعاقد. فالمعركة يعني النقابية هي معركة تبقى يعني بأفق محدد. يعني معركتنا نحن كجامعة وطنية التعليم معركة فيها مجموعة من المطالب ديال النساء ورجال التعليم. فالعديد من الفئات فليس لدينا فقط مطلب واحد هو مطلب لأساس دا المفروض عليهم التعاقد. فهذا المطلب نعتبره مطلبا مركزيا وسيدا المطلب مركزيا وهذا مطلب ديال الشعب المغربي مطلب ديال القوى الحية مطلب ديال الجامع. ولكن يعني نعتبر بأنه ما تم تحقيقه في هذا الأقور ليس فيه تقدم. فالآن لدينا موظفون جهويون عند منصب مالي يعني رقم مالي مركزي عندما تحويل نفقات. الفصل نفقات. قد يتسير على منصور دياله. إلى الفصل ديال الموظفين. كذلك يدفع الطابع العمومي على الموظف واخضعه لجميع مقتضيات النظم الأساسي للوظيفة العمومية. إذن هذا نعتبره بأنه مكسب حقيقي. ولا يمكن تزايد بين اللغة والشعارات. فاللغة والشعارات دي. نبدأ الجامعة الوطنية للتعليم موقفها واضح من هذا الأمر. وعبرناه ونعبره. قبيلة سنقول لك بأنه التعاقد لم يتحقق. وإحنا كان نقابة انتبارات ديال النساء ورجال التعليم. طيب بالنسبة لهذه النقطة ديال التعاقد. واشتمك تعتقدوا بأنكم فعلا الآن كيف قلت حققت مكسب مهم وكفى المؤمنين نشر القيتان؟ أم أن هذا ما زلتم ستترافعون عنه؟ وأين؟ قلت بأن الاتفاق تم توقيع الاتفاق ويستمر النضال. النضال ما غيرتحبش في 26 دجال. في هذه النقطة ديال التعاقد وفي نقطة أخرى نعتبر بأن المعركة مستمرة. نحن نقابة يعني قلت لها مواقف لا يمكن أن يزيد عليها أحدا. ونقابة لها انتبارات ديال النساء ورجال التعليم من مختلف الفئات. إذن وبالتالي هي مطالبة بالتوفيق بين الجميع الفئات. وأخذ بعين الاعتبار هذه المطالب ديالهم في مؤسسة الحوار. فالأمر يعني أنا كنظم واضح. أما التعاقد أن التعاقد لم يسقط يعني بشكل كامل. واضحة فكرتك واضحة قلت أنه لم يسقط وأنه لم يدمجوا أن هذا مكتسب. لم يدمجوا وفق ما يعني يطالبون به وما نطالب به هو المنصب المالي المركزي. مركزي. مركزي وأن يجبون رقيق قانون المالية. أيه وهناك يعني تم يعني الحديث في إطار اللجنة ديال الحوار. هناك اللجنة الوزارية كتقولها ودي يعني سنعمل على تضمين قانون المالية. الكتلة الأجرية الخاصة بالأساس ده والأطور المفروض عليهم التعاقد ضمن قانون المالية. يعني سينصبون في قانون المالية على أن هذه الكتلة الأجريات الأساس ده والأطور المفروض عليهم بتاعا. وعلش هم ما كيرفضوه؟ علش علش رفضو الإدماج أو رفضوه أنهم كلهم هاد اللجنة الوزارية علش رفضت تخصيص مناطب مالية لهذا الأساس ده؟ هذا شنو كان ردهم من طالب تونتما في هذا الطالب؟ أب يسير عندما طالبنا وأكدنا كينا اعتراض لأنها كيقول لك ودي بأن البنك الدولي يعتارد. بشكل واضح. بنك الدولي يعتارد؟ أب يسير البنك الدولي ما يمكنش يغيي أنه تكون مناصب مالية ممركزة. وإحنا طالبنا بأنه خس يكون عندنا نماط ديال توضيف واحد ماشي نماطين. إذن هاد الأور هو أمر. واش كيش يبون دموق عهل الحكومة المغربية مع البنك الدولي اللي كي يلزم هذا أنها عدم إحداث مراكز مالية ممركزة أو مناصب عفو المناصب مالية ممركزة في قطاع التعليم؟ لا الحكومة لها اتفاقات معها. لها اتفاقات يعني ملزمة لها ديال 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 تقليص النفقات العمومية. هذا الأمر يعني أصبح معروفاً وانطلقت منه الحكومات السابقة والحكومة الحالية. في تكريس التعاقد في القطاع ديال التعليم وقطاعات أخرى اللي جاءت مر لهم. رفض لقطة ديال الإجابة دياله مش يقول لك البنك الدولي. البنك الدولي. البنك الدولي. هكذا قالوا هلكم. ايه كان أحد الموزراء قال لك بأن الأمر يقتضيه يعني ما. كبرتها من الحكومة. اه كبر من الحكومة. خصونا نرجع عن البنك الدولي ونقصو بأحد النقطة. يعني إذا بخص المعركات تكون ضد البنك الدولي. بمسور خص المعركات تكون ضد البنك الدولي. لأنه المؤسسة يعني هو الدرع ديال الإمبريالية اللي كيفرض على الشعوب. مجموعة من الاختيارات اللاشعبية ولا ديمقراطية. طيب هذه خصوة معركة ديال السراط طبقة حساب الله. قلت بأن المعركة ديال التعاقد هي معركة في الجهر معركة سياسية. تتجاوز تتجاوز القطاعي. تتجاوز نقبة. تتجاوز نثقية. بمعنى أنه من يراهن على. نحن نسعى إلى تحسين الشروط العمل كأدوات معروفة ديال النقبة دور دياله دور إصلاحي ماشي دور. ماشي دور توري. هاي بمسور كناخدو الصراع. ناخدو الصراع في مراحيل ومن مختلف. وفق موازين القيوة. ولكن أعتقد دب أن تمر كنتوا في موقع قوة. ربما ستقول لكم هذا الموقع. القوة التي كتبت فيه شغيلة تعليمية كاملة كانت مساندكم. الإضراب اللي هما مجالي في إجابة كاملة. شغيلة تعليمية خايدة معاري كل من موقعه. ليس شغيلة تعليمية مقتنعة. كل الاقتناع كاملة من فتا عقد. طيب كان واحد فئة أخرى من هذا الموقع اللي هضرت لي. فئة التانويات هيلي. وناللي المادة الثالثة جات فيها حدف إطار أستاذ تعليم التانوي من مواد هذا النظام الأساسي. وإدمج جميع الأساسي داع المنتمين لهذا الإطار الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016. هذا المستعد منذ سنة 2016 دي ما كيحني على الذين توظفوا بالتعاقد. بطالب منهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد. في إطار أستاذ التعليم التانوي التأهيل مع السمرار المزاولين منهم. بطالب منهم كيفاش بطالب منهم؟ هيئة التدريس اللي كانت في النظام الأساسي التي انتفضت ضده الشغيلة التعليمية. جات فيها هيئة التدريس فيها أستاذ الابتدائي، أستاذ ديال الإعدادي، أستاذ ديال التانوي، أستاذ ديال التانوي تأهيل. يعني هاد العدد ديال الأطور يوحي بأنه كان وجود نوعين من الموظفين. خرجو الأساسي ديال التانوي تأهيل كيف رفضوها؟ إذن إحنا قلنا خسوية تلغى الإطار ديال أستاذ التعليم التانوي، ويدمجون في إطار أستاذ التعليم التانوي تأهيلين، ويعني الأساسي ديال اللي عاملين في الإعدادي، اللي عندهم سابقاً. وباديها التانوي ولكن خدامين عندهم تكلوطة. هما يحملون صفة مدوجة. لابطه إطار ديال الأستاذ ديال التانوي، إذن غادي يتم ادمجهم في التانويت إيلي كي يشتغلون في الإعدادي. بما أنهم يشتغلون في الإعدادي، غير Deir�� طلب اللي بغا يمشي للتانويت إيلي غي دير طلب، اللي بغا يبقى في الإعدادي غاي يبقى في الإعدادي. يعني ما غير شي يتلزمون. هل طالب غير طالب غير يدوز ولا تهوه فيه شروط؟ دعا ما فيه لا شروط، لو اللي غير دار بغير مشي لتنوين تهيله غير مشي لتنوين تهيله، غير مشي لتنوين تهيله. يعني عدم الانتقال في إطار الحركة الانتقالية، إذا الأستاذ وللأستاذ رأى في خدام في الكوليج، إذا كي عمر الحركة، منش...مني كي عمر الحركة ديال التنوين تهيله لأنه أستاذ تنوين تهيله مشتاغل في الإعدادي، دونك غير أمر الحركة، إذا ما أمر الحركة ولم ينتقل كيبقى خدام في الإعدادي. إذا ما درنا أوله كيف؟ أقول لك ما درنا أوله هي هي وش كون نعطيها ديك الحركة؟ أنا ما كيف تنصو عليها وفتح التحق في المشاركة في الحركة التقنية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التنويات إيلي قبل الإعلام المناصب الشاغيرة حسب حاجة الوزارة المناصب الشاغيرة سنوياً كنت تحل في التنويات إيلي إذن في تخصوصات كاملة إذن الأساسي دي الإعدادي اللي كانوا في الإطار دي الأستاذ التعليم التنوي وغادي عمروا الحركة إذن بمعنى الإمكانيات ديال الانتقال ديال متوفرة قبل الإعلان على المباراة ديال التوظيف إذن الإمكانيات لأنه لو كنت بعد الإعلان على المباراة ديال توظيف ممكن المناصب غادي تكون عمرها عمرها دبع لا يعني هذه المناصب اللي غا تخوشي تنويات إيلي غاي عمروها بالناس اللي غايت تطبوا الحركة بغايدورش فيها مباراة باش داك الوستوك ديال الناس اللي كينين ديال تلوية هي اللي مشتغلين في الإعداد دي يتسالى هكا واش حددتو شي مدى زماني اللي ممكن يتسالوا فيه لا يعني كله مرتبط بالمشاركة في الحركة الانتقالية طيب هناك هنا نقطة أخرى إحداث هي أجديدة للمتصرفي التربية الوطنية مع دراسة إمكانية تحسين دخلهم اعتماد تسمية إطار أسادي دموبرزي للتربية والتكوين بدلا من أساس دموبرزي للتربية الوطنية وكذا التنصيص على إطار مفتيش تربوي للتعليم التناوي الإعدادي ضمن مكوينة هيئة تفتيش والتعطير على المراقبة والتقييم مع اعتماد تسمية مفتيش الشؤون المالية بدلا من مفتيش الشؤون الإدارية شنو اللي كان المطلب في هذه النقطة وتحققها؟ هذا المطلب هدو المتصرفين ديال أطر المشتركة اللي كانوا تابعين وزارة الوظيفة العمومية المنظام الأساسي العام ديال الوظيفة العمومية تم يعني إحداث هيئة جديدة داخل النظام الأساسي اسمي تهيئة أطر متصرفي وزارة التربية الوطنية هاد الهيئة أبقاتش هدك تسمية المشتركة؟ لا دب هدو اللي بغا يدخل للنظام الأساسي ديال موضة في قطاع التربية الوطنية غا يدير طلب يلا دير طلب غا يستفد من 1500 درهم صافية على سنتين يعني واحد واحد 2024 غا يستفد من 750 وفي واحد واحد وخمسة وعشرين يعني يستفد من هاد المتيازات غير هو هالطالب هادو غايقطع علقته بالقطاع اللي جا منه ماشي من القطاع غايقطع علقته يعني بالإطار لسكتور كومة بالإطار يعني للقطاع المشترك إذن غايولي جزء من القطاع ديال التربية الوطنية جزء من النظام الأساسي يعني سيستفد عنه لي سيحضعه إلى هاد نظام الأساسي أي مثل هو مثل موضع في الوزارة مثل هي التدريس نفس الامتيازات نفس الواجبات نفس الحقوق طيب النقطة وهذا إمكانية تحسين دخليهم طالبنا باش أنه هاد المتصرفين ديال وزارة تربية الوطنية أنه يتطلم واحد تعويض تكميلي بأنسور الوزارة المالية رفضت رفضت وبالتالي تم تضمين أنه إمكانية يعني الباب كيبقى مفتوح أجل زماني ما مفتوح يعني الأجل زماني غير محدد ولكن الوزير الميزانية عبر على أنه يعني الأمر يعني مفتوح في زمان يعني يعني ما شيء بعيد ولكن يعني الإمكانية ديال تحسين الدخل ديالهم عبر إقرار تعويض تكميلي لهذا الإطار الجديد طيب مراجعة مهام ونقطة أخرى مراجعة مهام مراجعة مهام كل إطار من أوطر موظفي قطاع التربية الوطنية احنا هذه النقطة من النقاط اللي كانوا خرجوا عليها الشغيلة التعليمية كيقول لك أنا المهام مبهمة في هذا النظام الأساسي وش هذي اللي كتعنا بدك النقطة هذي فعلا أنه النظام الأساسي يعني الذي نصخ نصخ أو مصخ هذا كان يعني فيه واحد أبواب ديال الباب ديال المهام مهام مهام يعني كانت في خانة التطوع تم إدراجوها في جهة الأساسي أي أصبحت إلزامية إذن وبالتالي احنا من خلال النقاش ديال النظام الأساسي تم التركيز على أن الأستاذ تحديد المهام وهي هذه تقوم من استدقيق وملأمة ملأمة مع المهام التي يزاوي وبصفة فعلية مع تحديد مهام أطر تدريس هذه المهام ديال أطر تدريس تربية والتدريس والتقييم والمشاركة وتنظيم الامتحانات المدرسية المدرسية فقط هذه المهام ديال المدرس في البتداء أي ما جاء في ذلك الوضع أو لا يعني في الأقصى المتحدة هذه اللجاءات ديال الأنشيطة الموازية وما إلى ذلك نكساف مبتعش لا، كلها تلغت ونفسي فاختياري لا بغي ديالها هذه الحياة المدراسية هي متروكة للتطوع للتطوع طيب هنا نقطة أخرى مدة التدريس الأسبوعية الزمن ديال الدراسة كذلك النقطة ديال ساعة العمل هي نقطة اللي كانت ساعة أو تانية تخذ فيها نقاش كبير حتى كانت مقت مفتوحة في النظام الأساسي لأن ما مفتوحة طالك حتى بحاجة أولا مفتوحة في النظام الأساسي ثانيا نحن طالبنا بإلغاء الساعات التضامنية تضامنية يعني أربع ساعات في الابتدائي وأربع ساعات في الإعدادية وثلاث ساعات في تنمي متئيل الوزارة يعني تعللت برفضها لحسن في هذا الأمر بضرورة اللجوء ديالها إلى الإجناد ديال الضراميج والمناهيج في إطار الاستشارة وفي إطار يعني الملأمة بين يعني المراجعة ديال المناهيج والإقاعات المدرسية وساعة العمل وساعة العمل وأكد وزير التربية الوطنية أن الإرادة ديال الوزارة في تقليص عدد ساعات العمل في الابتدائي بالدرجة الأولى متروحة وسيتم الأجراء ديالها يعني مستقبلاً يعني في الأسبوع ساعة ساعة تدريس يعني احتل التلميذ غير يقلصونه ساعة تدريس وبهي سيقلص للساعة يعني يعتبر بأنه يعني يعني يعتبر بأنه عدد ساعات يعني الساعات التي يقرأ التلميذ هي يعني بزعف ومرهقة ولا تتناسب يعني مع السن ومع الإقاعات المدرسية اللي دونك تم يعني الإقرار بضرورة تخفيف ولكن يعني مطلب هذا الأمر احنا أكدنا يعني بيوستور كنت طلبوه لأنه ستتسوية يعني يخص الابتداء يخصي ولي فيه 24 وعشرين هذا الأدل دونك فيه دابة ثلاثة ربا موليت من 24 فيه ثلاثة احنا قلنا على الأقل 24 على الأقل يعني ما تحيط غير ساعات تضامنية تحيط على الأكثر عفونا على الأكثر 24 على الأكثر 24 ساعة والإعداد كم يقولوا يتراجع على الأكثر يكون 20 ساعة يعني على الأكثر يعني المطلب ديال إلغاء ساعات تضامنية ما حققتون شو حققتون المطلب هو العودة إلى العمل بالساعات اللي كان معمول بها من قبل المطلب مشي ما تحققش لأنه الوزارة ووزارة المالية كانت أودي إلى تم الآن تفعيل تقريص ساعة العمل خصص خصنا 45 ألف موضف وموضفة وأنه يعني غير ممكن ها واحد كلفة مالية كلفة مالية تانيين مني طلبنا بأن الساعة التي هي ساعة تضامنية أنها تلغى أو تعطى ساعة إضافية للمدرسين يعني كذلك يعني قال احنا مستعدين أننا نعطو هات الساعة تضامنية هات الساعة الإضافية نخلصها ولكن بالمقابل يمكن أن لازم استجيبها لمطالب أخرى ديال فئات يعني إذا خلصنا هات الساعة تضامنية في أدخلها ما تخلص هل عنده يجي محدد فيه كيف وضوك طيب يأسير هذا الأمر يعني محدد وفيه يعني امتزامات هنا اللي تنص عليه وفي ذلك سمر العمل لمدة تدريس الأسبوعية المعتمدة يعني هات المعتمدة وراها تعرف وها الأساس وكل الإطار نقطة أخرى إخداء موظفي قطاع تربية وطنية لمقتضاية التأديبية هنا نقطة أخرى دي العقوبات أي أن العقوبات اللي كانت جتة لسبعة قد دعم نقطة سبعة أي أن العقوبات اللي كان نحتجوا ضدها نساء ورجال التعليم اللي كانت في النظام الأساسي ألغيت ألغيت نهائيا نهائيا وتما العودة يعني يعني ما كان معمول العقوبات اللي كانت صاليا النظام الأساسي العام دي الوظيفة العموبية اعتماد مقتضاية خاصة تعلق بسحب العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية الموظف لأن كان مصطرة اللي معمول بها أنه الموظف عندما يخضع للعقوبة إما هنضار أو توبيخ للأثار دي الوكي تأثار لها ترقية كي يكون عندها أثار على الترقية كي يكون عندها أثار كذلك على المشاركة في المباراة في المباراة مباراة المراكز تكوين إلى غير ذلك تأثار على المسار المهني وخصوه باش يتلغى داك الآثار من بعد خمس سنين يخصوه يدير طلب وهذا الطلب يحال على المجلس التأميبي يعني كانت في النظام القديم لا كانت في النظام 3 ولكن كان اعتبرها مجعفة وضرورة إعادة النظر وعاتوا أسقط توبها اعتم نظر فيها خاصة اعتماد مكتبيات خاصة يعني يخرج فيها قرار أو مرسوم يعني الحدود الساعة أنا كنشوف غير العودة للنظام 2003 بالنسبة لكم مكتسب مارش واحد نقطة على ذي كلمتي حانة ساعد الله قلت حانة واش الاساس دا التعاقد الاساس دا الذي نفرض عالم التعاقد واش يكون بإمكان المشاركة في المباراية دي المناصب التحويلية مثلا هو دا با تخرج مناصب تحويلية في وزارة التعليم العالي يتطلقى أستاذ عنده الدكتورة من حقه يمشي دوز أستاذ مرصم واش هذك الأستاذ الذي يدخل بالتعاقد واش يكون عنده الحق بحذك الأستاذ المرصم يمشي دوز هذه المباراة ممكين يمشي ولكن ما عنده منصب مركزي باش يمكن يدوز حل زامي دياله عنده منصب مركزي ولأخر يخرج منصب مركزي ممركز عندنا مؤسسات مثلا موظف يخدم في الجامعة المحلية عنده منصب مالي تابع الجامعة ولكن دوز المباراة اللي هي في نفس سكتور عنده ممكن يدوز الجامعة ممكن هنا نورمال موئيم ما يقدم الاستقالة دياله ومشي وهنا وما غير سالتش من الأقدمية دياله دير المشكل لا مشي المشكلة في الأقدمية المشكلة في الاستقالة يعني عدم قبول الاستقالات العديد من الأساس ده والأستاذات يعني المفروض عليهم تعقد لي من غير الاستقالة نطلق قبل الأقدمية ففقش ولكن هذا الأمر ديال تحويل يعني المناصب المالية ديال مؤسسة عمومية إلى مثلا مؤسسة عمومية أخرى أو إلى إدارة عمومية ما استحضرتوش هذة النقطة في النقاش هذة النقطة ما استحضرناها يعني في النقاش هناك نقطة 8 اعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يتلائموا مع خصوصية قطاع التربية الوطنية يستندوا إلى معايير هذة النقطة باش نقطة 100 هذة المادة 52 من هذة النظام الأساسي اللي كان فيها نقاش كتير حول أولا المعايير ديالتقييم المعايير ديالتقييم اللي كانت معمولة ولي كانت ضمنها واحد المرسوم ديال 2005 هو هي معايير شو تغير فيها هي في الناس اللي في قطاع يكونوا عارفينها أيه ولكن هنا بالنسبة للوزارة تتحجج بأنه هذة تلك المعايير هي معايير غير قابلة للقياس دونك الآن تم يعني إعمال معايير قابلة للقياس في إطار يعني الخصوصية ديال القطاع لأن تلك المعايير هي معايير عامة ديال المرسوم يطبق على يعني موظيفة هذة المعايير لا هنا الجودة ديال الممارسة الميانية اعتماد نظام خاص أيه إن شاء الله الحدود السامة نقطة مهم جدا هي النقطة رقم سعود المتعلقة على ما أعتقد بالحامل الشهادات شنو اللي تحقق فيها حامل الشهادات احنا هاد الميلف طرحناها بقوة وقلنا هاد الميلف فيها مظلومية كبيرة أولا هاد الإخوان والأخوات اللي حامل الشهادات العليا الميلف دياليم كان فيه اتفاق ديال 18 يناير 2022 وكان فيه اتفاق قبل منه في عهد أم زازي أيه يعني هاد هاد الاتفاق هاد الاتفاقات لم تحترم لم تحترم طالبنا مباراة لم تحترم طرقية استثنائية ليهم من 2016 إلى 2021 لي نهي لماذا 2016 بالضبط لماذا عتمت في 2016 بالضبط لأن هادو الاخوان لأن اللي قبل من 2016 ما ما كينينش لكن الإدماج بالشهاد راتو توقف 2014 على ما عتاق ده 2015 على ما عتاق ايه ولكن 2016 يعني هاد الافواج من 2016 هادو ما لما خرجتش المباراة ما خرجتش المباراة دونك هادو كي اعتبروا راسم متضرررين والآن احنا طالبنا بترقية استيثنائية كيف ترقية استيثنائية ترقية استيثنائية انه يترقى خارج الحاسس بدون مباراة بدون مباراة الوزارة لا رفضت قطعا اذا كان التزام من خلال هادو المحضر انه تنضم المباراة يعني في هادو الشهور المقبلة اذا احنا اعطاتكم توقيت معي للمباراة لا ما اعطاتش مشكل ديال الاساسي ديال الحامل للشهادات كانت فيه اتفاقات وما تمشي الالتزام به اذا وزير المالية ووزير التربية الوطنية يؤكدان على انه غادي يكون الالتزام وغادي يتم الاعلان على المباراة اذا ولكن رفض اعطاكم شي مادا زماني مادا زماني الاسدوس الاول يعني يستدير من شهر واحد حتى تقريبا شهر خمسة او لا وفي حالة عدم لم يلتزمه تستمع عودة او تنش شارع تا عودة الشارع وهدي اذا بدور نحن بنسبة لنا هاد الميل فعبرنا قدام للجناة الوزارية على ان هاد الميل فيها مظلومية كبيرة وبان ما اتى به الاتفاق ديال 26 دجبير فهذا النقطة يعني يبقى يعني دون الانتظارات والتطلعات ديال هاد الفئال اللي حصلت على الباستار وكان اللي فيهم شاد الدكتوراه الى غير ذلك وما زال الميل في ديالهم هاد الحسس محدد هاد الحسس شحال لا ما تمش تحديد الحسس لان تدرعوا بانهم ما عندمش الاحصائيات ديال الالالم طيب نقطة اخرى هي مرتبطة هاد النقطة هما ما يسمى دكاترة وزارة التربية الوطنية شنو درتو فيها هاد هذا الميلف ديال دكاترة العام بقطاع التربية الوطنية شنو درتو فيه المكتسب واشجاب مكتسب اما حفظ هو تم يعني التفاق على انه يعني التنظيم ديال المباراة على شكل دفعات يعني طالبنا احنا باش انه يكون ترقية بلا مباراة ولكن الوزارة المالية وزارة التربية الوطنية ترفض انه يعني تغير الاطار بدون المباراة اذا تم انتزاع انه الدفعة اللولة تكون في 24 وتكون فيها 600 منصب 600 منصب المناصب التي تفتح في التعليم العالي لا مش في التعليم احنا هدي في التعليم المدراسي تسوية المدراسي في اطار استدباحية استدباحية يعني يعني يكون الاجر الصالر دياله كيسوي الصالر ديال استدباحية في الجامعة نعم استد يعني عنده نفس المصار المهني ديال استد مساعد في تعليم العالي يعني نفس 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 الاجر نفس من خلال فتح مباراة ولوج اطار استد مساعد سنويا في وجههم مع تخصيص 600 منصب للمباراة الأولى التي ستفتح خلال 2024 مع استمرار تدريس حسب الغلاف الزماني يعني غيكون عندهم الإطار ديال استد باحث لكن الغلاف الزماني ماشي ديال استد باحث استد باحث كيقرر 8 سويا في سيمنة وما غيقرر هذك شيل يقرر 24 على الأقر إذا استمية هي الوزارة كدقول لدي بأنه الحاجيات ديالها في المراكز ديال التكوين هي أقل من 600 عندما تم يعني إحنا صررين على أنه العداد باش يمكن تخفو شوير لا باش هذل الإخوان والأخوات اللي هنا كين تراكم ديال تقريبا واحد لـ 1700 أو 1800 إذا باش هذل ستوك يتسال عدد المناصب كبيرة هما يقول لك ممكن للأستاذ يتغير الإطار إلى أستاذ باحيت ولكن يبقى كيشتغل مثلا في الليسي إذا 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 يشتغل في الليسي يشتغل بعدد ساعات يعني العمل ديالأستاذ تعليم تانو تقيل لـ 24 لا 21 21 21 عفوا 21 أو مثلا اللي كيشتغل في السين كبتنائي غيشتغل يشتغل تمليع 20 يعني في مكان الإطار غيشتغل غير هو غير هو وغيو اللي عندو الصالير ديالأستاذ باحيت وبينسير والأجور ديالله ولا بغي يمشي الجامعة جوية الجامعة هدك مصر آخر خصمه ناصيب ماليا إما كي يدوز المباراة في التعليم العلي وكي يدر له الإلحاق طيب بقية النقاط باشن كنا نمشي نبقى نقطع نقطع كنا نديرو شستات سوية فيها بقية النقاط مثلا بنسبة لك بقية النقاط اللي فيها مكتسبات مثلا الأهتم على الزنزان عشرة ما يسمى الزنزان العشرة يعني كانت فيها المقطع الزنزان العشرة كانت تعطت فيها أربع سنين اعتبارية مصر في الاتفاق ديالعشرة دجمبر الآن تم يعني رفع الأقدم الاعتبارية إلى خمس سنوات إذن هذا مع التنصيص أن أعداد سنوات المحتفظة بها لا يمكن أن يقل عن ثلاث سنوات بالنسبة 93 94 95 وسنتين بالنسبة 96 وسنة واحدة بالنسبة 97 إذن هذه احنا بالنسبة لنا كانت أربع في العشرة دجمبر ولكن ده برأ ولت خمسة كيف زادت زادت سنة يعني الوزارة زادت أنه أعطيتنا سنة أخرى إضافة الربع سنوات يعني هذا مكتسب هذا مكتسب يعني هذه النقاط اللي قلنا النظام مكتسبات أخرى كان مثلا لأسهد التعليم التانوي تأهلي تعطيتنا أعطيتنا لقاء الأطر اللي مرتبة في الدرجة يعني الممتزة أي خارج سنة كانت اللي وصل للرتبة الخامسة غادي يستفد من ألف درهم أحنا طالبنا باش أنها تأهلي هادي نجي ولا هذيك في الأطر المالي تأهلي هذيك التانوي تأهلي تانوي تأهلي هذيك ديال جميع غايتستفدوا من الابتدائي من يوصلون للدرجة عوض ما وصلت الخمسة وصل الثلاثة يعني اختزلتوله عامين في عامين ربع سنين يعني كما انتقل من درجة لدرجة يخصوه عامين 3 سنين ولا خارج سنين فيها 3 سنين هذوك الدرجة اللي كنين في العشرة وفي الحداش خارج سنين 3 سنين يعني اختزلتوله 6 سنين باش يحصل على 1.000 درجة ايه طيب واحد نقطة ربما هناك تعني الأساسي المتعاقي أو الأساسي التعاقد أو الأساسي التي نفرض عنهم التعاقد تسويط الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الذين تم توظيفهم امتداء من الموسم الدراسي 2016-2017 والمتعلقة بالترصيم والترقية في الرطبة وكذلك المشاركة في الامتحانة واش كتعني هذه الأساسي للتعاقد أو لا الأساسي دا لي من 2016-2017 بدأت تتوضيك بالتعاقد ما زالين لحد الآن في الرطبة بواحد بمعنى عندهم واحد المتأخرات ديال الرطب غير مسوات دونك تم يعني ضرورة تسويات هذا الرطب واحد ماليا وإداريا ثانيا هاد المسألة ديال المشاركة في الكفاءة المهنية كينين أساسي دا الآن اللي استوفاوا يخصم يكونوا استوفاوا يعني الشروط النظامية باش يجتازوا الكفاءة المهنية للترقي بالامتحال المهني من السلم عشر إلى السلم حداش أو إذن ولكن لحد الآن هما ما زالين ممرس مينش إذن بمعنى أنه خاص يتم التسوية ديال الوضعية ديال الترسيم ديالهم وديال إعادة ترتيبهم في الرطب يعني المناسبة بشكل سارع يعني بالسارع ماشي بالمتوسط وماشي بالبطيع بل إضافة بشل شكعنات السارع السارع هو مثلا الرطبة يعني الرطبة السارع فيها عام ولكن البطيع يمكن تكون أكثر مثلا من الجوج الثلاثة فيها عام يمكن تكون البطيع يعني أنتم محددتم المدى الزماني ديال هذا محدد من طرف نظام ديال الترقي نظام الترقي في الواضف العمومي الواضف العمومي إذن هنا بالنسبة لأن هذا الأمر يتحسن علش بش يستفدوا لأساس والأطر المفروض عليهم التعاقد للآن وقفين على الامتحان المهني خصام يجتزوا الامتحان المهني لكي يمروا الدرجة الأولى يلسوا لمحضاش هذا ملف مستعجل وآني أخصو وشنلتزمت معكم في الحكومة بهذا أنه غير تحول إلى الترقي بالنظام الساري فقط هذا هو المكتسم الحكومة كتقول بأنه مزارة تربية معنيات يعني بشكل سريع ترسيمه في نظام وظيفة العمو لا ترسيم يعني منك نقوله الترسيم ترسيمه مثلا غير يطلع من الرتبة واحد للرتبة الجوش يعني كيدوز واحد الامتحان ديال الكفاءة التربوية وكيدل هاد الكفاءة التربوية كانت يجب يكون فيها الجناعة يجي فيها هاد الجناعة وكيد يكون فيها هاد العملية وزير تربوية يقول بأنها غادي تكون بشكل سريع وتندر في أسبوع في أسبوع يعني وغدر يدخل المؤسسة لأن باش لأن إلى شرطه أنه يكون فيها المفتيش لأطور تفتيش قليلة لك ما يقدروش يديروا هاد العملية مدير المؤسسة وأستاذ في المؤسسة طيب عملية عملية يعني عمليين قابلة للإنجاز وغادي يدوزوا الناس من سؤل من الرطبة واحد للرطبة الجوج وبينسور يدوزوا عمليين ذك ساعة الرطبة ثلاثة لوصل لشي رطبة ياخدها باش المحاضر تمشي ويتم تسوية المالية ديال الرطبة لأن عند المستحقات هاد ك المستحقات الناس في حاجة إليها وذك ساعة يعني اللي عند الشروط نظامية باش يجتاز المباراة ديال الكفاءة المهنية من الرطبة من الدرجة جوج للوحد يعني إذاك ساعة يدوزها طيب وبالنسبة لبقية النقط هنا كنا الجوانب المتعلقة بالإجراءات الأثر المالي واش هادي عند ارتباط بذيك المحضر اللي توقع 18 على ما أعتقد للأثر المالي هادي إضافة للا هادي كان مجموعة كين الزيادة في تعويضات الأسدى المبرزين 500 درهم ما كانتش هادي ما كانتش اه كانت كين المعالجة ديال الاقتطاعات ملؤ جور المضربين والمضربات هادي النقطة كيف عشا تعالجوا هادي النقطة اللي بغيت نسوه الكلان هادي التزم فيها وزير التربية الوطنية ووزير المالية بأنه الاقتطاعات اللي من 5 دجنبير اللي هنا يعني عمليا خصة تدوز في أقرب وقت يعني في شهر واحد اقتطاعات خصة ترجع ترجع ها يرجعوها من 5 دجنبير للفوق اها يعو من 5 دجنبير للتحت ايه كي انهم يعني عاوتاني تشاف مر مر يناير 2014 يعني التزموا معكم بإعادة هذك المبالغ اللي اقتطعوها من 5 دجنبير للفوق ولكن بشرط اه شنوات الشرط ما كيش شرط كينا الشرط شنو هو اهو كينا الشرط سعب الله معالجة الاقتطاعات التي طالت أجر الموظفين وفضلات اخصص خير الأخيرة على أساس إعطاء الأولوية للأساسي دا الذين لتحاقوا بعملية هذة العملية هذة العملية هما كيقولون كيقولون الأساسي دا اللي يلتحقوا بالعمل الشهر الجي غادي يلتحقوا غايتوصلوا أكتوبر اللي احنا هذة مع الإمكانية ديال أنه الأساسي دا اللي عندهم رغبة يستفدم الساعات الإضافية اللي غدار في أطار الدعم يعني الدراسي المرتقب في المؤسسة التعليمية اللي يتعاوض هذة الساعات اللي يضاع ايه يعني الأستاذ حر ولا الأستاذة حرة فهذه الاستفادة من هذة لا ما بغاش ما يدير هش ما يدير هش طيب هنا نقطة أخرى قلت زيادة في التعاوض هذة قلت هذة المبرزين 500 درهم وزيادة في التعاوض تكمل لمستشاري المستشارين توجيه 300 درهم هذة ما كانتش كذلك قلنا الرفع ديال الاسلام عشرة هذة الرفع الاسلام المحددة في 4 سنوات الـ 5 سنوات تهذينا فيها الأطار المالي هذة 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 قلت سنوات بالنسبة اللذين عادي رأي قلت هذة يعني بالنسبة لكم زيادة عشرة حل المشكل احنا مكن اعتبروش بأن الميل في ديال الزنزان عشرة حل بإنصاف ولكن أنه الزنزان عشرة بحال دبا مثلا كينين حقوش مكتسب كين الأفواج مثلا الفوج ديال 93 94 كجز مجموعة هذة أغلبية ديال كينين في السلم 11 وعند يعني سيستفدو من ذاك الثلاث سنين وذاك الثلاث سنين في خارج السلم وكينين 222 أستاذ لماذا زالين في السلم عشرة غادي يمروا السلم 11 في الترقية برسم سنة 2022 ترقية بالاختيار يعني 2022 آتار رجعي آتار رجعي إذن وهذا الأمر إذن كيبقاوا أفواج أخرى يعني الأفواج ديال آآ اللي من 98 حتى الالفين وعند 97 هذا أفواج اللي هنا حسب يعني الممتلين ديال الوزارة المالية على أنه يعني آخر تاريخ فين يمكن يترقاوا هذي الإخوان كاملين هو 2025 يعني 2025 يكونوا السألة وبعد زيزان عشر وش الدوم الرغم أنه نحن أكدنا على واحد المسألة هذي الميل في خص ترقية ستتمائية لكن ما سأجبتش الوزارة الوزارة رافضة بهذا العمل العمل عطونا خمس سنين اعتبارية قبلتوا بها طيب النقطة أخرى فتحي إمكانية إدماج الموظفين غير المنتمين في إطار متصرفين التربويين هذو بحال مثلا كتشبر أستاذ مكلف بمهام إدارية مكلف بمدير أو ملحق تربوي مكلف بمهمة مدير أو حريس عام لسنوات أقلها أربع سنوات إذن كيدير المهام يزاوي المهام ديال الإدارة التربوية إذن ولكن ما عندوش الإطار أطاو دبال إطار إيه تعطالوا الإطار إذن يكون على الأقل زاول هذه المهمة وحد العدد من السنوات على الأقل إطار دياله أستاذ أستاذ أو ملحق وكلف بمهمة إدارية حريسة عام أو الحق تربوي وإذا قدار المتصرف تربوي متصرف طيب هنا نقطة أخرى ترتين انتباه ديالي وكتسعني تقريبا حسب علمي 140 ألف ديال الأساسي ديالي كتعني أساسي التعليم ابتدائي تلتزم الحكومة بالنظافة تحسين داخل أساسي التعليم ابتدائي والتناوي والإعدادي وإطار متخصص تربوي وإطار متخصص اجتماعي بين الصنديم لاحق هذي احنا في إطار المظلومية ديالنساء والرجال التعليم الهيئة التدريس الابتدائي والإعدادي اللي استفتت فقط من 1500 درهم 1500 ايه احنا كنا نرافع على أنه خصى تزاد لهذه الفئة على الأقل على الأقل 500 درهم يعني في آخر ما ترفع نعني هو أن التعطي 500 درهم يعني تولي عندهم 2000 يدرهم زيادة عما بدل من زملائهم اللي وصلت لهم زيادت 3,000 درهم ايه ولكن المنموم بعدها على الأقل بحل موظفين وإسلاك أخرى إذن الوزارة المالية ترفض يعني بعدها نقاشين تم الاتفاق على أن الحكومات التزيم بالنظر في تحسين هذه الصغار عجل كنا آجل يعني في الأجل يعني في يتم إعابة طرح هذا الموضوع هذا الموضوع نعتبره التزام يعني في دمة الحكومة لأن هذه التدريس هي 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 القاعدة العريضة ديال القطاع هم المتضررين وهما اللي ما استفدوش يعني من الزيادات يعني لنت زمت وشوف رصير ركت محت صير 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 ديال كيف كيف يقول هذو هذو تقريبا كين يعني واحد العدد كبير يعني تقريبا واحد الميتين وعشرين الف ميتين وعشرين أنا حسب تالب تيدائي لا ما حسب تيدائي والإعدادي لا للأطر ديال الدعم يعني الملحقين التربويين ملحقين يعني الحكومة قطلة ديك 500 درهم الميتين وعشرين الف تشكل واحد الكلفة يعني الكلفة هذو دائما الممرر ديال مطالب ديال نساء ورجال التعليم بالإكرهات ديال المالية العمومية وكنا نقطة أخرى هنا نقطة أنا حاولت نختصها ما كان مش نختص نقول ما أكتر يعني أكتر نقطة كنا واحد نقطة هنا عندي في التسؤول ديال السبعاء في الأثر المالي معالجة وضعية موظفين يساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية واش حددتم شنها المناطق الصعبة والنائية احنا طرحنا تعويض على العمل بالمناطق النائية والصعبة حددتم بعد المجال لا هذا الأمر مو باشر تعرفوا هذا الصعب ماشي احنا مين غادي نحد اه شكل احنا مو هد شير محدد ماذا في 2009 هذا الأدلم في المطرح كانت بعض المناطق اللي كانت في 2009 نائية ما بقىش نائية كانت بعض المناطق الصعبة روصلها لتورت وصلنا كده يعني بتالي رأولت المناطق اللي لمكان شي صعبة رأولت صعبة المناطق الصعبة معروفة وموجودة في العالم القراوي موجودة عند وزارة التربية الوطنية هاد الشيخ المعايير 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 دي البعد على المقر يعني السكن دي الأسر غياب الطريق غياب الماء غياب الكهرباء غياب يعني السكن داخل واش ممكن نعتبره كالعاملين بالمجال القراوي يعدون من ضمن العاملين لا شوف العاملين بالأقاليم الجنوبية للمملكة واش ممكن نعتبره حتى مو غيستبدون من هذيك المعايير احنا قلنا بأنه تعطى تعويض عن العمل بالمناطق النائية اللي كان محدد في 700 درهم واللي كان تم تخصص يعني التحديد تقريبا 70 ألف مدرس ومدرسة ولكن هذي الأمر فيه لم يطبق في الاتفاق ديال 26 أبريل 2011 احتي هنا رأى العمومية انا ما كان شي حاجة 500 درهم سنويا غادي يبدأ كمنحة تعطى للأساسي دا والأستادات 700 500 يرام قسطور لا 5000 درهم هذي منحة منحة يعني يعني ما كان جيشي حتى 1500 درهم في الشعر هذا هذا التفاوض اللي يقدر 5000 درهم هذي قدرتوا تنتازعه هذي اللي قدرنا ننتازعه 5000 درهم كمنحة سنويات وسلم للأستادة والأستاد العاملين المناطق النائية اللي غادي تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بل التعليم وكذلك المالية ويبدأ التفعيل ديالها من الموسم الدراسي المقبل كي تتعطى يعني للمبلغ المالي للأستاد أو للأستاد اللي غادي يكون مشتغل في هذه المناطق النائية والتي سيحدد هذا المقرر إذن هذا التزام وهذا يعني بنسبة لنا مكتسب يمكن يكون لا يستجب أي ولكن مكتسب يجب على أقل بسبب لكم حسن بالأشياء هناك نتن مسألة ديال ديال إمكانية توفير سكان الوزارة ديال المالية ووزارة التربية الوطنية كتب لودي بأن الوجود يعني للمدارس والمؤسسة التعليمية بشكل عام في المناطق النائية في ظروف يعني ما كنش فيها للسكن الأساسي دا إذا الاستقرار في هاد المناطق بالنسبة لها التدريس راجع لغياب مساكن مساكن إذا هم كيقولوا بأن المؤسسة يعني ما مؤسسة محمد السادس لهم هل تكلفت شي بيانسور هم غيروا واحد الاتفع واحد لكونفونسيون يغدر مع هاد المؤسسة المؤسسة عنده إمكانية مالية من أجل إنجاز هاد الساكنيات داخلها هاد شي كيقولك في القريب العجيل أنه يبدأ يعني في المؤسسات التعليمية يكونوا للستوديو خاصين بالأستاذات و للستوديو خاصين بالأساسي هذا واحد نقطة هنا تمديد العمل بمقتضاية المادتين السادسة وتسعود في نفس ملفات أخرى هذيك ثالثة ملفات أخرى راقم تسعود تمديد العمل بمقتضاية المادتين السادسة والسابعة من المرسوم الصادر بجوش ٢٢٩ ٢٢٩ ما تقصدو بهذه المادتين من تنظيم تكويل الخاص لفائدة السادسة المكلفين هذا أساسي ديال الابتدائي والذيال الإعدادي كانوا يشتغلو خارج خارج السيك ديال من أصل هجي وجد أستاذ ديال الابتدائي موجهز في الفلسفة يقرر في الليسي لعشر سنوات هو يقرر في الليسي إذن هذا العدد ديالهم تقريبا ١٤٠ كان الاتفاق ديال ١٨ يناير ٢٠٢ نصة على التغيير ديال الإطار ديالهم إلى أستاذ تعليم التانوي تهيلي والدار المرسوم في ٢٠٢ ولكن ما تمش الأجراء ديال لم يفعل لم يفعل الآن مع وجود النظم الأساسي الجديد وإحداث درجة ممتازة هذا الأساسي دا إطار دابع ما غيستفدوش من خارج السلم دونك باش يمكن يستفدو من تغيير الإطار ويستفدو من خارج السلم دونك تم التمديد ديال العمل بهذا المرسوم وللمقتضي بهذا المرسوم إلى ٣ سنوات أخرى إذن العديد منهم الأغلبية ديالهم غادي يستفدو من ترقية إلى خارج السلم وآن داك يمكنهم يديروا التكوين عن بوعد اللي يعني يتم يعني التأشير عليه على المجزوئات غي يدوزو يعني مجزوئات تفريدة ويدوزو داك ساعتي لأساسي ذات لتعليم التانوت إلي باش ما تضع لمش الحقوق ديالهم لأن إلا دازوا أساسي التعليم التانوت إلي بمعنى غادي يوليو في إطار جديد وغا توليو تفشيل من الأقدمية يعني قاعد تعطالوا عامين جوزافية إذن وبالتالي ما غايترقاش خارج السلام وكي يلي قريب التقاعد إلا بالتقاعد إذن هذا الأمر إحنا قلنا طالبنا باش أنه يتم تمديد إلى وفوق 2028 الوزارة يعني عدتها 27 طيب كين شي ملاحظة أخر هنسي عبدالله قبل ما نصدوه هذن هذن قبل ما نصدوه عندك شي ملاحظة بغض ضيفة أنا أهم ملاحظة اللي بنت لي نقش تامعك بمسبب لك أنت شي ملاحظة لنكم ما انتبهت لاش أنا اللي نبغي نأكد على واحد المسألة هو أنه ل يعني الاتفاق الاتفاق جاب مكتسبات في المجال التشريعي يعني في النظام الأساسي مقارنة مع النظام الأساسي السابق لا دي لألفين وثلاثة ولا هذا اللي 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 انتفضوا نساء ورجال التعليم من نصخ وكذلك جاب مكتسبات في الجانب المالي نحن بنسمع لنا هذا الاتفاق هو تعزيز ودعم والالاتفاق دي العشرة الدجمبر اللي كنعتبره هادشي هاد الحصيلة كل لا الحصيلارها هي نتيجة ديال التضحيات ديال نساء ورجال التعليم هادشي رجابه لحراك التعليمي لحراك اللي كانوا في الشارع واللي آآ ونرى ما زال في الشارع سابق بيانسور وهذا هو السؤال السؤال الأول أنا دب أنت مكتب كل السابق لا مكتسب وحاولت ما أمكن على رغم أن العملية شوية تقيلة النقش معك ما الدب ما الدوت نقش كتر من 98% من المواد اللي جنوا هنا هي كنسمع منك رفضوا وعدوا أغلب النقاط رفضوا وعدوا قليل النقاط اللي فيهم الحاسم بالتالي أين هو المكتسب لغا يسمع أنا كمن سؤال أجل التعليم أين هو المكتسب رفضت اقترحنا قالوا الفلوس ما عندهمش قالوا البنك الدولة ما بغاش طلبنا رجعوا أنا كنعتقد بأنه ما كنش كن 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 التزامات واضحة كن زيادة في الأجور كن زيادة في التعويضات كن ملفات تحلت كن ملفات تحل فيها 50% كن ملفات ما تحلت أمور واضحة لأن هذا الاتفاق هو انعكاس لموازين القوة إذن هذا موازين القوة لأن هذا الاتفاق رأي يعني الأخيرة رأي طالبنا بمجموعة هذه الأمر أو اللي سننسعبه يعني رأي الأمر ماشي بدك سهولة يعني أنه الاتفاق هو هو انعكاس لموازين القوة طيب يعني يعني انعكاس موازين القوة يعني موازين القوة مختلة الآن لصالح الشغلة التعليمية وليس لصالح الحكومة مفروض هذا هو المفروض لأن الشغلة التعليمية هي التي تأخذ الآن إدرابات للأسبوع الثالث عشر التوالي وتصعيدات واقتطاعات من الأوجوه وأن ره ملايين سبعات المليون ديال الأبناء المغاربة ما كيقرأوش منذ الصيف ما قرأوا بالتالي رأي المفروض ما نسمعوش في محضر فيه رفاضوا وقالوا بأن الكلفة المالية وعادوا وقالوا أعطونا فيه سيمانا هذا المطلب أعطونا فيه كده المفروض أنا كن لا المفروض حسب موازين القوى لك نشوف ما تم يعني تحقيقه قلت لا يستجيبوا الانتظارات ديال يعني إحنا كنا طالبين مثلا في زيادة في الأجور على الأقل 3000 درهم كنا طالبين في النظام الأساسي مجموعة من المطالب كنا طالبين مجموعة من الفئات في أديا المقصيين في أديا الزنزانة عشرة في أديا ضحايا النظامين في أديا يعني المعركة بنسبة لكم لم تنتهي بيسير لم تنتهي يعني نحن نقابة المعركة لم تنتهي ولم تنتهي وإذا انتهت المعركة سدينا النقابات غير في هذا الباب ديال هذا النظام الأساسي الممصوخ أو للممصوخ واش هذه أخر جولة عندكم ديال التحاور يعني المفاوضات فيه يعني أخر اللقاء هذا اللقاء يعني نورمال مو حسيمة يعني في هاد الملفات في النظام الأساسي وفي الملفات اللي عالقة يستمر النقاش يعني في المراسم ديال تنزيل ديال هاد ما زال ما زال ونكين يستمر ترافع والصراع حول القضايا والملفات العالقة نعم كنقولوش بأنه هاد شي زوين مخيار معادي لم فهم فهم سعد الله تاك تقول بمنطقة ديال كيقولو هاتا نقابيين خوض وناضع يعني تا يقولو على ناس خرين قالوا قبل منك يعني تا بالمطلب ديال دخلنا بثلاثين مطلب جبنا خمستاش تبارك الله ناخذو ديك خمستاش ومن بعد ناضل الأسئلة الواحد مرتبط بمدى ضمانات ديال الالتزام الحكومة بمجموعة البنود اللي فيها خصوصا تعيد برؤيا تعيد بتحسين ساتارة يعني خصوصا أنها لم تلتزم وحسب قولكم بتنزيل وبتفعيل مجموعة من المحاضر السابقة واش تطلبكم هاد المرة شي 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 ضمانات عفوان شوف الضمانات الوحيدة هو السمرار يعني التعبئة ديال الشغيلة تقوية ديال تقوية ديال التنظيمات النقابية بدون تنظيمات نقابية قوية قوية ومستمرة ودائمة هي صمام الأمان لنزيل كل يعني الانتبارات ديال النساء ورجال تعليم الحكومة روقة اتفاقات عديدة وما وما التزمتش بها اتفاقات عديدة همض لمنظور اذا بمعنى ان الآن توقعتها مع نقابات نش ما تزمتش بها والآن وقعت بيسر لأنه ينعتبر بأن الحركة النقابية ماشي في موقع قوة والحركة النقابية ماشي في موقع قوة اذا بمعنى انه الان هاد الاتفاق في التزام يعني محضر موقع منطرف مجموعة من الوزراء. الحكومة رئيس الحكومة. رئيس الحكومة ويعني اللجنة وزارية مكلفة منطرف رئيس الحكومة. يعني فيها وزير المالية. وزير يعني شغل المقاولة الصغرى. وزير التربية الوطنية. اذا بالنسبة لنا نعتبره على ان هاد المحضر او هاد الجهات المسؤولة يمكن ان تشكل جزء من ضمانات. ولكن الجزء اكبر ديال الضمانات هي استمرار التعبئة ديالشغيلة التعليمية التقوية ديال. المفروض استعبدالله هاد المحضر والمحاضر التي سبقته. انها المفروض جاءت من اجل حل هاد الازمة التي تعيشها القطاع. من اجل اعادة الاساسي بأولى الاقصال لسئناف التلاميذ دراستهم. لكن انتوما كتوقعوا هذا الاتفاق. الشغيلة التعليمية كتخوض واحد الاضراب الاخر لاربعة ايام. وحسب المعاينة ديالي. انا كنكون جاي في الطريق من دار ديالي الخدمة. كنزلها ببعض المؤسسات التعليمية استود ام شلولة. يعني بمعنى ان الحدود الان الاضراب تشمل النسبة كبيرة ديالالا ديالال نساء والرجال التعليم. كيفش خبروا انتوما ترجعوا هاد الاساسي دا الي المدارس? نحن ليس مهمتنا نرجع الاساسي دا الي المدارس. مهمتنا كان قابا نؤثر نساء ورجال التعليم. على المطالب ديالهم. على التزامتهم تجاه المدرسة العمومية أو الشأن التربوي. لكن بالنسبة لهنا يعني الـنساء ورجال التعليم من حقه ما يحتجوا من حقه ما يحتجوا للك أعتب -" histائre من ... من حقهم يدروا ادراب من بعد وîلش فوضتوا وإلش نقشته نعطف في حاة المرحلة نعطف مطاليب الاضرب كيكون من أجل ماذا ؟ الاضرب كوسيلة للضغط على الجهة المعنية من أجل الجلس إلى طاولة الحوار جالست الجهة المعنية إلى طاولة الحوار ويستمر الإضرب لماذا ؟ من أجل أولا مساندة للمحاورين ومن أجل ما يزيد من الضغط مزيلا من اللي كيتوقعوا المحاضر نور مالمو بأنه راكينا اتفاق الحرب رغم اللي كتكون حرب رغم اللي كيتوقع فيها واحد الاتفاق رغم معنى ترى إيقاف الحرب بالتالي انتم إذا كنتوا كنقابة خمس نقابة تعدون الأكثر تمثيلية في القطاع وتعدون الذين تمثلون حسب الانتخابات لدارة الوزارة الشغال التعليمية إذا بهذه المحاضر ما استطعتوش أنكم تقنعوا تقنعوا نساء ورجال التعليم بهذا الشيء اللي جدتوه وتقنعوا وما يرجعوا للأقصى فما تدعي لبقائكم كنقابة تحبوا يديرونا التنسيقية التنسيقية لا أعتبر بأنه الاتفاق الآن خلاج غيرتطنعوا عليه نساء ورجال التعليم وبينسير لأيام المقبلة ستحدد يعني لأنه على الأقل الآن الاتفاق مكتوب مقاع واضح الصو الشرح إلى غير ذلك ولكن أنا كان مقول وكان جدد على أنه نساء ورجال التعليم وبالأخص هي التدريس هي غاضبة لأنها هي التي لم تستفيد بشكل أحسن هل سيهدئ من غضبها هذا المحضر؟ ممكن كين لبعض الذي سيعتبر بأنه أنا عبتني اتذكرت مع مجموعة الأساسي الذين يعتبرون بأنه ما تم تحقيقه يعد خطوة الأمام وكين الأساسي الأستاذ الذي يعتبرون بأنه هذا شيء لا يستجيب الانتظارات إذن إحنا بالنسبة لنا لا نعدل أن الحقهم في الغضاب وفي الاحتجاج وفي أداء ولكن نحن نأكد على أن الحكومة خصاة تزيد تبدل المجهودات أكبر في أولا توفير الاعتمادات المالية للتعليم العمومي على مستوى البنيات على مستوى شرط العمل للمدرسين ومدرسات بخصوص الاعتمادات المالية والاعتمادات المالية لحل المشاكل العالقة لأن الآن الإكرهات التي كانت تواجهنا في التفاوض من طرف المسؤولين هي الجانب المالي لأن إذن إحنا نطالبوا من هذا الموقع أنه الحكومة خصاة تبدل مجهودة لا يمكن أن نضيقنا نساء ورجال التعليم ويرجعون أولا تفعيل وهو الاستجابة للمطالب يعني ركينا مطالب لم تجاوبتش عليها الحكومة عندها الفلوس التي تلبلكم هذا المطالب اللي أعطيت لكم قد لكم كان الفلوس ما كانت دير لها مين أجيب الفلوس ما عضرتوش معها مين أجيبين الفلوس واش غد دخل يوم المالية واش غد ديري واحد المرسوم ستنائي واش الهواميش ما عضرتوش معها الوزارة لا الوزارة كان وزير المالية حاضر معنا يعني ما تم الاتفاق عليه فهو التزم فيه وما رفضه رفضه بهذه المبررات غياب القدرات هذه الحكومة على توفير هذه الاعتمادات هذه الأمور إذا نحن كان اعتبرو بأنه الانتظارات ما زالت كبيرة دي لنساء ورجال التعليم لأن الغبن والحيف اللي الحق نساء ورجال التعليم في سنوات وعقود يعني الآن تفجر في شكل احتجاجات عارمة احتجاجات مشروعة واشنا نضمنوا معهم وكان اعتبروها واشنا جزء منها ولكن نؤكد على أن المسؤولية دائما هي في الجهات الرسمية لأن هذا قطاع استراتيجي قطاع مهم قطاع يعني سوء اهتمام خاص دي للدولة يعني في كل المستويات من أجل الرقيب والرقيب هو اللي يمكنه يصنعنا مغرب الغد مغرب متحدد ومستحية شكرا لك سعبد الله عمامة على كل هذه التوضيحات هذه تمنى نكون قدرنا نوضحه بعض ما هو غامض في هذه تفقادة تمنى وأنه تنلم فهم شي كنت تفهم تمنى تكون قدرتي واستطعتي تقنع واحد جزء من النساء ورجل التعليم بأن كون ما جاء هنا مكتسم شكرا لك سعبد الله شكرا لك هشام وشكرا للموقع على أولا الاهتمام المستمر بالقضايا المجتمع ومن بينها القطاع التربية الوطنية التي يعطيه حيز كبير وهذا يدل على المعيرات الموقع الإعلامي في المتابعة والتوجيه والتحسيس الرأي العام بالمشاكل القطاع شكرا لك سعبد الله وهذا عادا من غيرتنا على وطننا ومن حبنا لوطننا ومن كون أن التعليم هو أول شيء حتى الدين عندما نزل القرآن بقلك لا صلي لا صبق إقرأ حتى المجتمعات المتقدمة الآن متقدمة بالعلم كل كل ما هو متقدم متقدم بالعلم وفي غياب علم وفي غياب مدرسة عمومية وفي غياب نظام تعليمي قادر على إنتاج أجيال المستقبل أكيد يكون المستقبل في مجهور شكرا لك سعبنا شكرا سيدهي جم وبهذا متتبعات ومتتبعي الموقع الإخباري أشكري كنكون وصلنا إلى نهاية الحلقة وإلى اللقاء في حلقة أخرى شكرا لكم